على الرغم من نقل معاناتهم أكثر من مرة عبر قناط الفلوجة منذ عدة أشهر ما زال أهالي مجمع الكيلو سبعة في الرمادي يعانون بسبب طفح المياه الآسنة حول منازلهم يجددون هذه المرة مناشدتهم لبلدية الرمادي من أجل انهاء هذه المشكلة ظروف مأزاوية جعلت هذه العوائل تسكن هذه البنايات المتهالكة الآيلة للسقوط في أي لحظة ولم تقتصر المعاناة على البنايات فقط بل امتدت إلى مياه الصرف الصحية التي أصبحت تحاصرهم بين الحين والآخر من كل جانب مناشدة إلى كل مسؤول في محافظة الأنبار إلى أخوة الكرام أحد يرضاه أي مسؤول يقبال بيتها الزبالة والخيسة المجال الجاية تطفح علينا نحن ناشدكم باسم الخوة والإنسانية تصور هذه المجارة الجاية تطفح علينا وهذه المجارة منها كبتنقة والله تبهذلنا وإحنا قدنا أطفال وشوف هذه العالم كلها عوالي والله محروجين دحك هذه آسة دحك والله مرض بالقرآن مرض منذ أكثر من شهرين وأهالي مجمع السبع كيلو يناشدون الجهات المختصة لإيجاد حلول لهذه المياه الآسنة حيث شكل أهالي من تكرار فيضان مجاري الصرف الصحية عدة مرات ودخول المياه العادمة في بعض الأحيان إلى داخل المنازل بلا أذن تصغي لمطالبهم ولا مسؤول ينقذهم من معاناتهم هذه حالتنا بسبب هذه الأوساخ وهذه الأمراض وتجيبون لبسوا كمامات ومدأش وتأتوبوا من المرض والمرضي هذا أحنا نايمين به هو فراشنا وقتانا هذه صارنا يعتقلين 15 يوم أنا بالنسبة لي أحد المواطنين والله هنا شدث ما خلت جاي الطوف هاي المجاري هاي الصرف الصحي جاي الطوف سوونا حال سوونا شارة يعني مشي تيجون ما بيهش أحنا واكم التعاون عليه مرارا وتكرار تتعالى أصوات الأهالي لتطالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لكن لم يتغير شيء بل على العكس تفاقم الوضع من سيء إلى أسوأ لقناة الفلوجة إدريس يحيى باتخاذ الإجراءات اللازمة